بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع تفسير من نسمات القرآن كلمات وبيان سورة القصص الآيات من 1 إلى 55 قصة نوسى عليه السلام وفرعون مع بني إسرائيل تابعون ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يستضعف طائفة منهم هم بني إسرائيل يذبح أبناءهم المولودين ويستحي نساءهم يستبقيهن أحياء للخدمة في اليم في البحر أي أنيل إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين يروى أنها أرضعته ثلاثة أشهر ليبكي وخافت عليه فوضعته في تبوت بطلي بالقار من داخل ممهد له فيه وأغلقته وألقته في بحر النيل ليلا وقالت امرأة فرعون قررت أعين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون لقد اقتحمت به القدرة الإلهية على فرعون قلب امرأته بعدما اقتحمت به عليه حصنه لقد حمته بالمحبة ذلك الستار الرقيق الشفيف لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال حمته بالحب الحاني في قلب امرأة لا تقدي به أي بأنه ابنها لو لا أربطنا على قلبها بالصبر أي سكناه قصيه أي اتبعي أخره حتى تعلمي خبره عن جنب من مكان بعيد اختلاسا فرضدناه إلى أمه بلغ أشده قوة بدنه ونهاية نموه واستوى اعتدل عقله وكملا آتينه حكما أي نبوة وعلما بالدين أو علم الحكماء والعلماء أو علم الحكماء والعلماء وسمتهم قبل استنبائه فلا يقول ولا يفعل ما يستجهل فيه وهو أوفق لنظم القصة لأن الاستنباء بعد الهجرة ورجوعه منها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها في وقت لا يعتاد دخولها ولا يتوقعونه فيه قيل كان وقت القيلولة وقيل بين العشاءين ومما جاء في بعض التفاسير ولا يخضح في عصمته لكونه خطأ وإنما عده من عمل الشيطان على عادتهم فاستعظم محقرات ما فرط منهم فلن أكون ظهيرا للمجرمين الذي يقوم إيمانه والذي جاء ذكره في صورة غافر لقد سعى إلى موسى من أقصى المدينة في جد واهتمام ومصارعا ليولغه قبل أن يبلغه رجال الملك إن الملأ يأتمرون بك ليقولك فاخرج إني لك من الناصحين سواء السبيل أي قصد الطريق أي الطريق الوسط إليها أمة جماعة امرأتين تذودان تمنعان أغنامهما عن الماء ما خطبكما أي ما شأنكما لا تسقيان يصدروا الرعاء صرف الرعاء مواشيهم عن الماء فسقى له ماء من بئر أخرى بقربها رفع حجرا عنها لا يرفعه إلا عشرة أنفس من خير من طعام فجاءته إحدهما تمشي على استحياء أي مشي الحرائر عن عمرو بن ميموك قال قال عمر رضي الله عنه جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء واللاجة خراجة الإسناد صحيح السلفع من النساء الجريئة الصليطة وقص عليه القصص مصدر بمعنى المخصوص من قتله القطي وقصدهم قتله وخوفه من فرعون وقد اختلف المفسرون في الرجل من هو على أقوال أحدها شعيب النبي عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين وقال آخرون بل كان ابن أخي شعيب وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب إن خير من استأجرت القوي الأمين أي استأجره لقوته وأمانته فسألها عنه فأخبرته بما قدم من رفع حجر البئر ومن قوله لها امشي خلفي وزيادة أنها لما جاءته وعلم بها صوب رأسه فلم يرفعه فرغب في إنكاحه على أن تأبرني تكون أجيرا لي في رعي غنمي حجج أي سنين آنس أو صرب بعيد لعلي آتيكم منها بخبر عن الطريق وكان قد أخطأها كذوة من نار عود فيه نار بلا لهب كأنها جان حية خفيفة في سرعة حركتها ولم يعقب لم يرجع على عقبه أو لم يلتفت جيبك فتحة القميص حيث يدخل الرأس بيضاء من غير سوء من غير برس فأدخلها وأخرجها تضيء كشعاع الشمس تغشى البصر وانم إليك جناحك من الرهب مما حصل لك من خوفك من الحية وظاهر أن المراد أعم من هذا وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب وهو يده فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف قال ابن أبي حاتم عن مجاهد قال كان موسى عليه السلام قد ملئ قلبه رعبا من فرعون فكان إذا رأاه قال اللهم إني أضرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره فنزع الله ما كان في قلب موسى عليه السلام وجعله في قلب فرعون فذلك برهانان من ربك يعني إلقاء العصى وجعلها حية تسعى وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء دليلا قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار وصحة نبوت من جرى هذا الخارق على يديه ولهذا قال إلى فرعون وملئه أي وقومه من الرؤساء والكوراء والأدباع إنهم كانوا قوما فاسقين أي خارجين عن طاعة الله مخالفين لأمره ودينه رد أن عونا سنشد عضدك بأخيك سنقويك سلطانا غلبه وتسلطا وهيبى في قلوب الأعداء والله سبحانه وتعالى يعين من يبلغ دعوته للناس بكل قرأة ويعطيه من الانتصارات ما لا يتوقع فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وكأنما هي ذات القولة التي يقولها المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم في مكة يوم ذاك ما هذا إلا سحر المفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فهي الممارة في الحق الواضح الذي لا يمكن دفعه الممارة المكرورة حيثما واجه الحق الباطل فأعي الباطل الجواب إنهم يدعون أنه سحر ولا يجدون لهم حجة إلا أنه جديد عليهم لم يسمعوا به في آبائهم الأولين وهم لا يناقشون بحجة ولا يدلون ببرهان إنما يلقون بهذا القول الغامض الذي لا يحق حقا ولا يقل باطلا ولا يدفع دعوى فأما موسى عليه السلام فيحيل الأمر بينه وبينهم إلى الله فما أدلوا بحجة ليناقشها ولا طلبوا دليلا فيعطيهم إنما هم يمارون كما يماري أصحاب الباطل في كل مكان وفي كل زمان فالاختصار أولى والإعراض أكرم وترك الأمر بينه وبينهم إلى الله وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح ظالمون وهو رد مؤدب مهذب يلمح فيه ولا يصرح وفي الوقت ذاته ناصع واضح مليء بالثقة والأمأنين إلى عاقبة المواجهة بين الحق والباطل فربه أعلم بصدقه وهداه وعاقبة الدار مكفولة لمن جاء بالهدى والظالمون في النهاية لا يفلحون سنة الله التي لا تتبدل وإن بدت ظاهر الأمور أحيانا في غير هذا الاتجاه سنة الله يواجه بها موسى قومه ويواجه بها كل نبي قومه وكان رد فرعون على هذا الأدب وهذه ثقة دعاء وتطولا ولعبا ومداورة وتهكما وسخرية وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطرع إلى إله موسى وإني لأغنه من الكاذبين فأوقد لي يا هامان على الطين فاضبخ لي الآجر صرحا قصرا عاليا فنبذناهم فطرحناهم أئمة رؤساء في الشرك وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة طردا وإبعاذا حيث لا تزال الملائكة تلعنهم وكذا المؤمنون المقبوحين المقرودين المبعدين أو المهلكين المشوهين بسواد الوجوه وزرقة العيون القرون الأمم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتب نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الآية أي وما كنت حاضرا لذلك ولكن الله أبحاه إليك وهكذا لما أخبره عن نوح قومه وما كان من إن جاء الله له وإغراء قومه وثم قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل فاصبر إن العاقبة للمتقين الآية وقال في آخر السورة ذلك من أنباء القرى نقصه عليك وقال بعد ذلك لقصة يوسف ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون الآية وقال في سورة طه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق الآية وقال ها هنا بعدما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرها كيف كان ابتداء إحاء الله إليه وتكريمه له وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر يعني ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاط الوادي وما كنت من الشاهدين لذلك ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك ليكون حجه وبرهانا على قرون قد تطاول عهدهم ونسوا حو الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين فاويا فاويا مقيما نادينا موسى لولا هلا طاهر تعاونا الذين آت عيناهم الكتاب من قبله أي من قبل القرآن هم به يؤمنون أيضا نزلت فيه جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره ومن النصارى قدموا من الحبشة ومن الشام أولئك يؤون أجرهم مرتين بإيمانهم بالكتابين اللغو الباطل أو الشتم والأذى من المشركين سلام عليكم سلام متاركة منا من الشتم وغيره إذ لا تحل تحية الإسلام على كافر لا نبتغي الجاهلين لا نصحبهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال الرواه أبو داود التربذي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فالمسلم الداعية لدين الله يقوم بدعوة الناس للإسلام مقتذيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أما هدايتهم فأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى عن أبي هريرة قال لما حضرت وفات أبي قالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عما قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فقال لولا أن تعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك لا أقولها إلا لأقر بها عينك فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية رواه مسلم والمهتدون في الآية هم المستعدون للإيمان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة